ومن الدوافع الفيسيولوجية منها دافع الجوء، العطاش، التعاب، الجنز، هذه كلها هي حاجات ودوافع فيسيولوجية واللي نسميها حسب هرم مازلو بالحاجات الأساسية للإنسان أما النوع الثاني من الدوافع فهو الدوافع السايكولوجية ويستخدم مفهوم الدوافع السايكولوجية لتفسير أمور كثيرة من حالات الدافعية اللي ما ترتبط بالدوافع البيولوجية لأننا قلنا ما ترتبط بشكل مباشر لأننا الفيسيولوجية ترتبط بشكل مباشر بالكائن التكامل البيولوجي فلذلك نشوف بأنه ممكن أن نصنفها أيضاً الدوافع الداخلية الفردية وخارجية اجتماعية فلذلك نشوف الدوافع الداخلية الفردية هي دوافع فردية تحقق الذات للفرد وترتبط بتحقيق توازنه من خلال استجاباته المختلفة وهذا النوع من الدوافع يكون وراء الإنجازات المتميزة والإبداعات البشرية في الفكر والسلوك ومنها أهمها دافع